موسيقى نشرة الأخبار مع عالي الربيعين موسيقى انتصفوا ليل بتوقيت بغداد هذه نشرة مفصلة للأنباء من العراقية الإخبارية البداية مع العناوين موسيقى الماليانية بيترفض تحميلها مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين تحضر من استمرار الاقتراض موسيقى رئيس صالح والسفير الأمريكي بحثان إجراءة حماية البعثات الدبلوماسية ويوكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة موسيقى موسيقى والفريق الطبي الخاص بترامب يؤكد استقرار حالة الصحية وارتفاع معدلات الإصابة يجبر تسع ولاية أمريكية على الإغلاق موسيقى موسيقى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بدورها أشارت إلى أن تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة لا مجلس النواب وحذرت من إفلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض وقالت اللجنة في بيان إنها لمست عودة التخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد مؤكدة أنها رحبت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد أزمة تأخر إطلاق الرواتب انعكست بشكل سلبين على الواقع المعيشي للموظفين سيما ذو الدخول المحدودة فالمعاناة تفاقمت إثر غياب الحلول الحكومي لإطلاقها في وقتها المحدد هذا هو حال من ينتظر الراتب معاناة تتفاقم بعد غياب الحلول الحكومية والبرلمانية لأزمة تأخر الرواتب التي وقع ضحيتها العاملون في مؤسسات الدولة أزمة انعكست على الواقع المعيشي للكثير من الشرائح خصوصا محدودية الداخل لنش وقت حين نبقى كل أربعين يوم راتبك يعني ما منطقي الموضوع وتعرف أن الراتب يعني كل واحد علاقة دوم هيئ نفسه ومرتب وضعه يعني إذا يتأخر عشر تيام أو عشرين يوم هذه يعني ما أعرف شنو حالها هناك تخبط من قبل الحكومة ومجلس النواب ويحاولون شاكلة الموضوع من جهة إلى أخرى نحن كاقتراض أن العراق ما يتمتع حالياً ما عنده أموال ما يقدر يصرفه زين الأموال وين اللي صارت خلال هذه السنة المالية مبيعات النفوط الضرائب الحدود المنافذ الحدودية موارد مالتنا وين صارت اللي ما تقدر تأمن حتى رواتب الموظفين مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أزمة تأخر الرواتب بمنشورات ترفيهية لعلها تخفف مما يعانيه أغلب الموظفين وسط تساؤل الكثيرين عن موعد صرف الراتب وتجاهل المسؤولين عن تقديم الحلول العاجلة لهذه الأزمة علاجات مثل بالنسبة للي عنده معوق اللي عنده مريض اللي عنده كبير بالسن أهل أصحاب المولدات إذا صبر عليك هذا الشهر ما رح يصبر عليك الشهر الثاني بالإضافة لهنا المدارس على الأبواب الشتة على الأبواب يعني شوفك دفتر مالدين يعني ما شاء الله نصها متروس بس ما قدر أحد شيء شون عاوض أحد من جيبي أجيب بضاعة أحطها في المحل في سبيل هنا أمشي أموري سياسة أشد والجذب بين الحكومة والبرلمان لم تفضي حتى الآن إلى معالجة تأخير الرواتب للأشهر المتبقية واستخوف الأوساط الشعبية من استمرار هذه الأزمة للسنة المقبلة الإيجار والمولد وغيرها الكثير من احتياجات الموظفين اللي تنتظر الراتب أربعين يوم مضت أو أكثر وهذا المنوال تعودت عليها الشريحة خلال الأشهر الماضية ولسان حالهم يقول إلى متى تبقى رواتبنا تعتمد على صعد النفط ونزل النفط وإحنا بلد الخيرات من بغداد حسن الفواز العراقي الأخبارية إذن تشكل الأزمة المالية صداعا لرئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد حيث تحاول الوصول إلى حلول سريعة ومقنعة لسيطرة على الأزمة المزمنة في المقابل يقترح عدد من الخبراء حلولا مختلفة على تكون خارطة الطريق للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد خطورة الأزمة المالية في البلاد حلولها معالجاتها كثيرا ما شغلت الأوساط على المستويين التنفيذي والتشريعي خبراء الاقتصاد والمال كشفوا عن أن العراق وقبل عام 1990 يطلب بحدود خمس وخمسين دولة ما يقرب من التسعين مليار دولار ويتطلب تشكيل لجنة فنية للعمل على إعادة هذه الأموال جمهورية العراق تطلب خمس وخمسين دولة تسعين مليار دولار ولا من السياسيين ولا من الاقتصاديين ولا من المواطنين حشك خبوط الإرادات النفطية من تسعين مليار دولار سنويا إلى أربعين مليار يستدعي أن الناتج الإجمالي المحلي هو الآخر شهد هبوطا تراوح بين الأربعين إلى الخمسة وأربعين بالمئة ما يشكل خسارة كبيرة للبلاد الاقتصاديون تحدثوا عن التبعات الاقتصادية في حال خروج بعض البعثات الدبلوماسية من بغداد الوضع الحالي في خروج السفارات يشكل خطر كبير على العراق لأنه هذه أدى مصالح اقتصادية مشاريع استثمارية في حالة مغادرتها العراق ستغادر هذه الشركات وبالتالي ندفع ثمن غالي من بطالة وتوقف العمل بينما تحدث آخرون عن حلول سريعة للأزمة الاقتصادية بدءا من تعويم العملة والتي لها مردودات سلبية إضافة إلى حديثهم عن أهمية إقناع المواطنين على إيداع ما لديهم من كتلة نقدية في المصارف تقدر هذه الكتلة النقدية بحدود أربعين تريليون دينار تعويم العملة هو ترك السوق بحرية الكاملة في يكون معدل سعر الصرف أن يكون طبيعي جدا من خلال السوق اللي يحكم على سعر الصرف وليس الدولة التي تضع له قيمة ثابتة وغالبا ما تكون الأزمات في العراق وخصوصا الاقتصادية منها مركبة ومتراكمة لافتقارها للتخطيط الاقتصادي الموحد أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العراق تدفع باتجاه ضرورة مراجعة السياسة المالية للدولة التقرير الأخير لذوان رقابة المالية كشف عن أن مجلس الوزراء ووزارة المالية يشكلان الأعلى صرفا بين المؤسسات الأخرى في الموازنة وهو ما يتطلب إعادة النظر بهذا التوزيع مع استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين طالب سياسيون بضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية وأداء الوزارات حيث كشف تقرير لديوان الرقابة المالية أن وزارة المالية ومجلس الوزراء يحتلان أعلى نسبة صرف للموازنة التشغيلية للعام الماضي حيث سجل التقرير أن وزارة المالية تصرف أكثر من 29% من الموازنة التشغيلية لموظفيها في محتلة مجلس الوزراء المرتبة الأولى بين الرئاسات الثلاث بنسبة صرف تصل إلى 5% من مجموع الموازنة وتستهلك محافظة بغداد لوحدها نحو 3% من باقي المحافظات وفق تقرير ديوان الرقابة المالية قد آن الأوان لعقلاء القوم لحكماء القوم رجالات الدولة المصرفيين الذين يتمكنوا إنقاذ هذا البلد العزيز من منزلق الخطير وإيجاد البدائل بدائل النفط من الزراع والصناعة والسياحة ليس فقط وزارة المالية وإنما هناك أطراف أخرى تتحمل تبعات هذا الأمر نأمل أن يكون هناك حل آني وسريع للأقل لتوزيع هذه الرواتب وإذا كانت أغلب مؤسسات الدولة والوزارات تمتلك مواردها الخاصة وجبايتها للأموال لماذا تعجز عن تزديد رواتب موظفيها رغم أن هذه الموارد لا تدرج ضمن الموازنة الاتحادية هناك دراسات تشير إلى أن الدولة العراقية لديها على الأقل 40 مورد رئيسي تستطيع أن تعتمد عليها لتغذية موازنتها بمبالغها إلى جدا هناك بعض الدول تتغذى وتستطيع إدارة اقتصادها بخمسة أو ستة من هذه المصادر وبرغم ما يعلن من السلطتين التنفيذية والتشريعية من رغبة بضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية وتفعيل باقي أبواب الموارد المالية للدولة إلا أن رواتب الموظفين ما تزال تشهد تأخرا في توزيعها وتتضمن تقارير ديوان الرقابة المالية العديد من المخالفات وهدر المال العام في مختلف المؤسسات والوزارات لكنها تنتظر من يطلع عليها ويوقف نزيف الأموال فيها أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الأمن والاستقرار الجانبان شدد أيضا على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم من جهة أخرى أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الإدارة الأمريكية لم تهدد بغلق سفارتها في بغداد وإنما كشفت عن اتخاذ إجراءات لحماية بعثتها الدبلوماسية حسين قال أثناء استضافته في برنامج العاشرة والتي ستبث اليوم الاثنين عن استهداف السفارات ومقار البعثات موجه ضد الشعب العراقي ولاية المتحدة لم تهددنا لكن نتيجة الأوضاع وحسب تفسيرهم وحسب شرحهم أنه هم بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسفارة الأمريكية في بغداد خلفية المسألة إلى علاقة بالهجمات التي ازدادت في الواقع في الآون الأخيرة خاصة الأشهر الأخيرة على المنطقة الخضراء وعلى المطار الاستهداف كان على الشعب العراقي وفي الواقع هذه الهجمات ليس هجمات على السفارات رغم أن الشعار هو تحت مسألة المقاومة لكن الاستهداف بالنتيجة استهداف الأراضي العراقية استهداف الحكومة العراقية وضحايا ضحايا عراقيين كما كشف وزير الخارجي عن إجراء حوارات مع المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته طهران بشأن الوضع الراهن في العراق معربا عن توقعه باتخاذ إيران خطوات إيجابية تجاه العراق ذهبنا إلى طهران وكان لنا لقاء واجتماعات مكثفة مع العديد من المسؤولين في إيران أنا كنت أحمل رسالة سيد رئيس الوزراء وشرحنا لهم الوضع الوضع الخطير إذا استمرت هذه الهجبات الإيرانيين وعدوا خيرا وأعتقد راح يعني هم إيجابين بهذا فهموا الوضع العراقي ويفهمون الوضع العراقي ونتوقع خطوات صحيحة من طرفهم ونتوقع أنه أيضا الفصائل التي تقوم بهذه الهجمات أن تتوقف عن هذه العمليات في سياق دبلوماسي آخر بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الألماني هيكو ماس هاتفيا العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين وزارة الخارجية أكدت في بيان أن جانبين ناقشا القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد من جانبه عبر حسين عن القلق تجاه القرار على الرغم من كونه قرارا سياديا يخص الجانب الأمريكي لكونه قد يؤدي إلى نتيجة لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وكذلك الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الأمنية والتنظيمية والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار عمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش في العديد من المناطق والمحافظات على أوكار خلايا داعش الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية في ظل التعاون الكبير مع مديرية الاستخبارات العسكرية جهاز مكافحة الإرهاب وبعملية استباقية نوعية يدمر أوكارا إرهابية في مناطق شرقي ديالا وحوض نهر العظيم ويتمكن من قتل عدد من الإرهابيين ويلقي القبض على آخرين بعد تدمير عشرين كهفا فيما تمكنت مفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على مطلوبين وفق قضايا إرهابية في محافظة نينواء جهاز مكافحة الإرهاب وعمليات النوعية وبالتعاون مع طيران الجيش الحقيقة حقق نتائج مذهلة في هذا المجال من خلال استهدافه لأوكار داعش سواء شرق ديالا أو غرب ديالا من خلال قتل لكثير من الإرهابيين من خلال تدميره لمضافاتهم لأسلحتهم لتواجدهم لأوكارهم نجاح أغلب العمليات الأمنية والعسكرية يأتي وفق دقة المعلومات والجهد الاستخباري بعد أن كثفت الدوائر والمديريات الاستخبارية من قاعدة البيانات عن هم القيادات الإرهابية المطلوبة مدية الاستخبارات العسكرية وأذرعتها الميدانية تبطش بالتنظيم قبل نحو أقل من أسبوع علقت القبض على الذي يقوم بجم الأتاوات والذي يقوم بأخذ الأتاوات من أصحاب المزارة مدية الاستخبارات الأنبار ألقت القبض على مسؤول الاستخبارات فيما يسمى بولاية الأنبار وولاية الفلوجة وقد شخصت قيادة العمليات المشتركة بعض المناطق التي قد تشكل مناطق لتحرك بقايا داعش الإرهابي وبدأت باستهدافها بعمليات عسكرية وأمنية برية وضربات جوية مؤثرة من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي من بغداد حسام التميمي العراقية الأخبارية توصل جموع الزائرين سيرها على الأقدام نحو كربلاء المقدسة لحياء الزيارة الأربعينية وسط إجراءات أمنية وصحية وخدمية مستمرة على طول الطريق قيادة عمليات بغداد أكدت أنه لا وجود لأي قطعات في الشوارع وإنما تنظيم للطرق ذهابا وإيابا يسيرون من مسافات طويلة قاصدين الحسين عليه السلام يرفعون الرايات يخدمون ينظفون تلك هي المشاهد الثابتة في طريق الزائرين نحن صارنا خمسة يام تقريبين يوم الخامس وإن شاء الله ما يعني بس وقت الزيارة آخر آخر زائر ونسحب كثيرة هي المسارات التي يسلكها الزائرون من المحافظات الشمالية وأحياء العاصمة نحو كربلاء المقدسة بعقوبة الشعب الدورة بس هذن المربين واسه بعد بنا رح نكمل المسيرة إن شاء الله نحو كربلاء أنسيابية عالية لحركة الزائرين والعجلات تقول عمليات بغداد رغم ارتفاع أعداد الزائرين تدريجية لاحظون ماكو قطوعات أكو تنظيم للطرق بتحويل الطرق ذهاب وإياه في جانب معين السبب هو وجود زائرين سيران أقدام بأعداد كبيرة قطع بمعنى القطع ما عدنا نهائيا والدليل هاي الانسابية العالية من العجلات وكامرتكم الآن توثقها في مناطق كانت تشهد اختناقات كبيرة جدا مسار للزائرين ومسار للمركبات القادمة من سيطرة الخمسة وسبعين المحمودية باتجاه بغداد والعكس المتوجهة باتجاه الديار مدينة كربلاء المقدسة وعلى طريق الزائرين تتباين نسب التزام المواطنين بشأن الإجراءات الصحية في وقت تحاول الجهات المعنية وأصحاب المواكب حث الزائرين على تجديد الإجراءات الوقائية والله مو الكل ملتاز دعواتنا الالتزام بالكمامة والكفوف وكل هاي الأمور وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لا توجد قطوعات تامة لشوارع العاصمة باستثناء تنظيم الشوارع التي يسلكها الزائرون عبر مسارين واحد للعجلات ذهابا وإيابا والآخر لحركة الزائرين سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد وفد رسمي من قبل رئاسة مجلس الوزراء يصلوا إلى الموصل لتقديم التعازي بوفاة الأبي الروحي للأيزيديين بابا شيخ الوفد نقل تعازي الحكومة لأبناء الطائفة بوفاة فقيده من راحل الذي كان رمزا للوحدة الوطنية والتسامح الديني وفد الرسمي يمثل رئيس مجلس الوزراء يصل مدينة الموصل لأداء واجب عزاء الأب الروحي للأيزيديا في اليوم الثالث لوفاته الوفد الذي ترأسه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي توجه فور وصوله إلى مجلس العزاء في قضاء الشيخان ناقلا تحيات وتعازي الحكومة إلى ذوي الفقيد ممثلين عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي جئنا لمنطقة الشيخان لتقديم العزاء والمنواسات عن سيادته إلى العائلة الكريمة من حقدان الشيخ بابا شيخ هذا وجل العالم الكبير الذي سحى بجهده من أجل يبقى العراق موحدا من خلال هذه الطائفة الكريمة التي تعرضت الاتحاد لتنظيم داعش الوهابي والمتطرفين وسيد رئيس الوزراء حفظ جدا على إعادة الحقوق وإعادة الحرية والكرامة لهؤلاء الأعزة الذين تعاوضوا الاتحاد ونؤكد أننا في بلد واحد نجتمع سوية والحواق سعى الحواقيين جميعا حضور مجلس العزاء ضمن وفد الرفيع رسالة لاقت الترحيب من قبل جميع الحاضرين والقائمين على مجلس العزاء خطوة تحسب للحكومة المركزية وهي تشارك شعبها مناسباتهم من مدينة الموصل خالد جبوري العراقية الإخبارية في الموقف الوبائي اليومي سجلت وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي زيادة في أعداد حالة شفاء من كورونا مقابل تراجع عدد الإصابات الوزارة سجلت أمس 3817 حالة شفاء مقابل إصابة 32110 أشخاص فضلا عن تسجيل 2250 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية أعلن الفريق الطبي لرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخيرة يواصل التحسن مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم وأكد الفريق الطبي في مؤتمر إنسحفين أنه لا توجد أعراض جانبية وهو الآن يحصل على عناية مركزة وهناك مراقبة مكثفة لترامب لمنع حصول أي مضاعفات نحن نتابع كل هذه لكننا لم نجد أي مشاكل أو مباعد قلق سريرية أنا أعمل مع رئيسي أركان الأبيض ومعناه حقيقة هو بأنه قبل 24 ساعة مضت عندما كنت أنا وهنا نتحقق من حالة الرئيس كانت هناك تلك الارتفاع بالحمى والانخفاض المؤقت في مستوى إشباع الأكسجين في الدم والذي دفعنا إلى التحرك على عجالة ونقله إلى هنا طبعا كانت لحسن الحظ هذه الحالة الوحيدة وبعد الساعة عاد إلى وضعه الأعراض الطفيفة والرئيس يقوى الآن في حال جيدة جدا الرئيس يستجيب للعلاج وكما قال الفريق إذا ما استمر الأمر بهذا الشكل سوف نبدأ بإجراءات تسريحية من المستشفى ليعود إلى البيت الأبيض أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن رئيس دونالد ترامب سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية للعلاج من إصابته بفيروس كورونا أوبراين قال في تصريح المتلفزن أن ترامب يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل لأنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي سيبقى في مستشفى والتريد لفترة زمنية أخرى أفاد استطلاع للرأي أجرات وسائل إعلام أمريكية بتقدم المرشح الديمقراطي لرئاسة الأمريكية جو بايدن من خلال القفز أربع عشرة نقطة بعد المناظرة الأولى مع رئيس ترامب التقرير أفادت بأن مساعد ترامب يحاولون حاليا الترويج بأنه يعاني من أعراض خفيفة لتفادي أي إخبار عن وضعه الصحي مشيرة إلى أن ترامب انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لموضوع نقله إلى المستشفى العسكري أعلنت سلطات مدينة نيويورك إغلاقا جديدا للشركات غير الأساسية والمدارس في بعض المناطق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا عبدة المدينة بيل دي بلاسو أكد أن سلطات الولاية حددت تسع مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة أعلى من ثلاثة بالمئة مشيرا إلى أن الإغلاق من المقرر يبدأ الأربعاء المقبل وسجلت الولايات المتحدة نحو خمسين ألف إصابة بفيروس كورونا وستمائة وسبع وثمانين حالة وفاة جديدة خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية فيما ارتفع إجمال الإصابات فيها إلى سبعة ملايين وأربعمائة ألف إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من مئتين وتسعة آلاف هذا وسجلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعا قياسيا في الإصابات بكورونا خاصة بالمناطق بالغرب الأوسط والغرب حيث أجبرت برودة التقس السكان على القيام بأنشطتهم في الأماكن المغلقة ووفق لرويترز فإن الولايات كانتكي ومنسوتا ومونتانا وويسكنسون سجلت ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن بيروس كورونا مبينة أن البلاد سجلت نحو تسعة وأربعين ألف حالة إصابة جديدة وهو أعلى رقم في اليوم سبت منذ سبعة أسابيع ومن الولايات المتحدة تنضم إلينا مباشرة مرسلة العراقية الإخبارية من الولايات المتحدة الزميلة زينا إبراهيم مرحبا بك زينا يعني أبدأ بالأبرز أخبار تقول أن الرئيس ترامب غادر المستشفى ما دقت هذه الأخبار علي لحد الآن في الحقيقة الأخبار متضاربة ولا توجد أخبار دقيقة تأتي من البيت الأبيض أو من الطاقم الطبي لرئيس دونالد ترامب رغم أن رأينا أن الطاقم الطبي حرصة يوم أمس واليوم بين يقدم مؤتمر الصحفي يشرح فيه حالة الرئيس ويبدو أن هذا المؤتمرات أثارت المزيد من الأسئلة في الحقيقة أكثر من ما هي أثارت أو وصلت إلى إجابات فيبدو يعني يوم أمس كان هناك صورة وردية للوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب وكذلك اليوم ولكن ما أن انتهى المؤتمر الصحبي حتى سمعنا أنه كان هناك شحة في نسبة الأكسجين في دم الرئيس وكان هنا وإحتاج إلى الأكسجين الصناعي وجهاز التنفس الصناعي كما أنه أعطي دواء جديد وهو يعطى فقط في حالات الخطرة الأستروجين فبالتالي فإن الرئيس دونالد ترامب في صحة جيدة كما يقول الأطباء ولكن هناك تشكيك في هذه الأخبار يعني إلى الآن لا تأكيد لخبر خروجه من المستشفى فعلى كل حال يعني بشكل عام الولايات المتحدة على ما يبدو مستمرة في تسجيل أعلى عداد الإصابات على مستوى العالم إغلاقات جديدة ارتفاع قياسي في الإصابات تسع ولايات يعني ربما معرضة للإغلاق ما هذه الأنباء يعني هل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتجه اتجاها آخر في محاربة هذا الفيروس يعني نرجو هذا نرجو أنه بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب وعدد كبير من مسؤوليه في البيت الأبيض يعني تقريبا عشرة أعضاء في البيت الأبيض وصيبه خلال الأسبوع الماضي بفيروس كورونا يعني يتأمل الأمريكيين أنه لهذه الإصابة أن تغير توجهات إدارة البيت الأبيض بالتعامل مع الوباء لاحظنا أن الرئيس دونالد ترامب يم يأخذ الوباء بشكل حقيقي وواقعي وحاول أن يهدئ الكثير من خوف الأمريكيين من انتشار هذا الوباء ولم يدعوهم أو يفرض في الحقيقة ارتداء الكمامات حتى في حملاتها الانتخابية في العديد من المدن التي ذكرت التي ترتفع فيها مثل مدينة ويسكنسون ويوتا ذهب هناك في حملات انتخابية خلال الأسابيع الماضية وكانت هناك حشود كبيرة لم يرتدي أحد منهم تقريبا إلى العدد القليل الكمامات رغم أن هناك وصاية من أهم وأبرز خبراء الصحة هنا في الولايات المتحدة بضرورة ارتداء الكمامات نعم زينة على ذكر الانتخابات يعني الإعلان عن إصابة دونالد ترامب بجائحة كورونا يعني انقسم بها العالم إلى جانبين جهة رأت أنها دعاية انتخابية أو محاولة لجذب الأنظار نحو شخصية ترامب ورأت جهة أخرى ربما تسان ترامب بأنها محاولة لضربه انتخابيا الشارع الأمريكي كيف ينظر إلى هذه الأخبار يعتمد على أي جزء من الشارع الأمريكي الشارع الأمريكي يعني منقسم إلى حد كبير هناك في الحقيقة لاحظنا تصريحات قد تبدو غريبة جدا على الرأي العام الأمريكي خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتمنى البعض الوفاة للرئيس دونالد ترامب وفي حقيقة بخطاب لم يسود المشهد السياسي الأمريكي سابقا وهناك من يعتقد هناك مفارقة لأن الرئيس دونالد ترامب يعني مفارقة كبيرة لأن الرئيس دونالد ترامب تحديدا وأن أسرة الرئيس دونالد ترامب رفضت حتى في يوم المناظرة التلفزيونية الثلاثاء الماضي بأن يرتدوا القناع رغم أن هناك قوانين صارمة في المكان الذي تمت فيه المناظرة التلفزيونية لكنهم رفضوا أن يرتدوا الكمامات فالبعض يرى أنها مفارقة ويتمنون أنها قد تغير من توجهات الرئيس في الأسابيع القادمة ولكن كما ذكرت الانتخابات الأمريكية تفصلنا عنها أقل من شهر يعني الانتخابات في الثالث من نوفمبر 22 القادم ونحن اليوم في الرابع من أكتوبر فبالتالي أقل من شهر تفصلنا عن الانتخابات وغياب الرئيس دونالد ترامب عن الحملات الانتخابية وهو كان نشيطا جدا ينتقل من حملة انتخابية إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى في يوم واحد ولكن الآن طبعا هو طريح المشفى وقد يضطر العودة إلى البيت الأمم ولا يمارس هذه حتى مناظرات التلفزيونية قد لحد الآن نعرف أنه لو سيشارك فيها طيب بالمقابل زينة جو بايدن تشير بعض الترجحات إلى تفوقه ولو مبدئيا على السيد ترامب هل يمكن الأخذ بهذه التصريحات على أنها خارطة طريق أو ربما سيناريو للأيام المقبلة حتى يوم الانتخابات الأمريكية أن منعطفات قد تحدث خلال هذه الفترة أكيد كل شيء ممكن يحدث يعني إصابة الرئيس دونالد ترامب عليه أيضا مفاجأة ولكن إلى حد الآن منذ تقريبا ستة أسابيع يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي فعلا الفرق اليوم بات أكبر 14 نقطة كان قد انخفض دون العاشرة في السبوعين الماضية ولكن يبدو أنه كان جيدا جدا في المناظرة التلفزيونية الأخيرة ولذلك ارتفعت بالنسبة لرأي العام الأمريكي وكما تعلم أن الولايات المتحدة تمر في مرحلة صعبة جدا الكثير يعتقد أنه هذه أصعب انتخابات في الولايات المتحدة ولا يعتقدون أن الرئيس معظم الأمريكي لا يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب قادر على قيادة هذه المشاكل ولا سيما كورونا وطبعا المظاهرات والمشاكل الاجتماعية الكثيرة وضح شكرا لك زيدا إبراهيم مراسلة العراق الإخبارية في العاصمة الأمريكية واشنطن قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنها أكملت كافة الاستعدادات لإستقبال المعتمرين بعد تعليقها منذ أذار الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا رئاسة الحرمين الشريفين وبحسب بيانها أفادت بأن زوار المسجد الحرام بدأوا بالتوافد وفق إجراءات احترازية وفق خطتها المعدل لاستقبال ستة ألاف معتمر في المرحلة الأولى على أن لا تتجاوز الفترة المخصصة للعمرة ثلاث ساعات مبيدا أنها خصصت فريقا طبيا لكل مجموعة من المجموعة التي تصل إلى مكة حضرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن الحكومة إذا لم تقدم خطة استراتيجية متماسكة لإحتواء فيروس كورونا فإن كارثة الوباء ستصل إلى نقطة لا عودة الصحيفة تايمز أوف إسرائيل أوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ظهرت بائسة من الناحية الاستراتيجية في هذا الوباء التي تقضي أياما في الجدل حول لوائحة تغيرها بعد ذلك من أسبوع لآخر وتتلعب بجمهور يفقد صحته الجسدية والنفسية ومدخوله وحريته في التنقل مبينة أن تسريبات من الجلسات الماراثونية للمجلس الوزاري تشير إلى جدل لا ينتهي بينه الوزراء في مساعي لتحريف عملية صنع القرار قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سيبريزانا أن الحكومة ستفرض على الأرجح قيودا جديدة في البلاد خلال الأسبوع المقبل في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بكورونا ومن المقرر يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي يوم غد ثلاثاء ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات في الوقت الذي تشهد المناطق الجنوبية من البلاد أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس وفق البرلمان الإيطالي على تقليص عدد المقاعد في مجلس النواب إلى 600 نائب بدلا من 945 بالإضافة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضوا إلى 200 عضو بعد أن صوت الإيطاليون على خفض نسبة مقاعد البرلمان الإيطالي والذي وافق بدوره على ذلك بجلسته الأخيرة سيصبح عدد النواب 600 نائب بدلا من 945 هذا التصويت أيدته كل الأحزاب الرئيسية الإيطالية كما طالبت بتقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200 عضو هذه الخطوة وجدت ترحيبا شعبيا بدأت ملامحه واضحة أعتقد إنها خطوة في الاتجاه الصحيح علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار وضع البلد الحالي الذي يحتاج الكثير لقد صوتت مع القرار لاعتقادي إنه يصب في مصلحة إيطاليا التشريع هذا سيكون حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية القادمة والتي ستبدأ عام 2023 حيث من المؤمل أن تحدث تغييرا على ما يبدو حسب المعطيات هذه ننتظر المزيد من البرلمان القادم فهناك تحديات كبيرة تنتظره وعليه تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير جوانب عدة في البلاد التعديل هذا سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فعاليا كما ستستثمر هذه الأموال في تطوير المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين تقليص عدد البرلمانيين بالفعل خطوة جيدة فهناك العديد من الشخصيات السياسية لم يكن لها دورا واضحا وبالتالي علينا توفير أموال هؤلاء في جوانب أخرى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي أضيفت لها أزمة كوفيد ناينتين زادت من يقضة الإيطاليين في رسم ملامح النظام السياسي المقبل من روما أحمد التميمي العراقية الإخبارية أكد رئيس أذربيجان إلهام علي فن نارغوني قرباغ أرض أذرية لا بد من استعادتها ترجمة نانسي قنقر